كان هناك اتفاق بشأن الممرات الإنسانية هل تم تطبيقه؟ ما يطبق هو الدبابات الروسية والألغام الروسية حتى أنهم قاموا بتلغيم الطريق الذي تم الاتفاق على استخدامه لجلب الطعام والأدوية للأطفال ودمروا الحافلات التي كانت مخصصة لإجلاء الناس نحن واقعيون وسنواصل الحوار من أجل السلام لكن ومع ذلك فكل يوم قتال وكل يوم مقاومة يخلق ظروفا أفضل لنا واجعل مكانتنا أقوى لضمان مستقبلنا في العالم